اشتركوا في القناة ويشرفني ان تكون بداية العام بداية ان شاء الله يا رب طيبة بلقائي هتبقى زي الفل بإذن الله يعني هبدأها بانه وثيقة ملكية الدولة ناس كتير اللي ليه فيها واللي مالوش فيها بيتكلم على وثيقة ملكية الدولة الا انه الخبراء دايما يطمنون على ذلك ونحن بثقة مطلقة في فخمة الرئيس متأكدين انها سوف تأتي بثمار هي الاجود بس الاول يا دكتور يعني ايه وثيقة ملكية الدولة شوف يا فندم بمنتهى البساطة خالص الدولة جمعت كل الاصول اللي عندها ووضعتها كده في كتالوج كبير وقالت دي الوثيقة ما تمتلكه الدولة المصرية حلوه طب هي الدولة بتعمل كده ليه يعني هي عملت الدليل كده كبير كويس وحصرت كل الاصول اللي عندها المستغلة والغير مستغلة استغلال من الحكومة يعني اه او من الاجهزة المعنية ما المحافظات وما شبه لزي هتعمبي ايه فقالت لك انا عندي عدد من الاهداف في برنامج الاصلاح الاقتصادي من ساعة ما ابتديته لازم يتحققه الاهداف دي لازم تبقى سابتة معايا ومع غيري ومع اللي بعدي ومع اللي بعدي تفضل الناس مشى بيها زي ايه قالت لك عندي بعض من الشركات عايزة احسن من قدرتها طب ليه قال لك اصلا انا عندي مستهدف مش عارف اتحكم فيه اللي هو عبارة عن ايه زيادة معدلات الموليات في الدولة تمام كده فده بيزود عندي كل سنة من السنين تقريبا طلب مليون واحد للتوظيف كويس كده فعشان البي الطلب ده لازم انفتح على الاستثمار لازم اشغل البلد كلها طب تشغل البلد كلها ازاي لازم تعمل حصر الاول حصر الايه ليه ما يتمتلكه حطت ايه ده كده على اللي بتمتلكه الدولة كلها او مساهمة فيه ورح اتوضع وثيقة كده كبيرة ورح اتجمع عدد كبير من الخبراء بعد ما عملت الوثيقة من كل الجهات المعنية معارضين ومؤيدين ومختلفين وكلهم طيبين ومتمام وقالت لهم تعالوا قلوا لي رأيكم في اللي أنا بعمله ده ايه كل واحد ابدأ برأيه البيع لازم يكون على فترات لازم الدولة تتخارج من قطعات او انشطة معينة والانشطة دي تدي اتاحة للقطاع الخاص اتاحة جبيرة قوي وهدي لحضرتك مثل قطاع السياحة في وجهة نظري دايما لازم يكون تبع القطاع الخاص ليه؟ لان قطاع السياحة ده دايما نشط مرن سريع التفاعل مع المجتمعات الخارجية والمجتمع الداخلي فما حقيتوش يقيد او يكون ليه من الخيود في البيوكراطية ما ينفعش تكون الدولة صاحبة فندق وعلشان تجيب مستلزمات الفندق تعمل استمرها مش عارف كام وتروح عندي مش عارف مين الكلام ده ما ينفعش فالدولة لقيت عندها رؤية رؤية اقتصادية بتبحث ان هي تنافس العالم فده بقى التحدي التاني التحدي الاولاني عندنا زيادة عدد الطالبين للتشغيل التحدي التاني لازم نكون في مصف الدول المتقدمة مصف الدول المتقدمة يا فندق لازم الدولة تتخارج كويس وتطرح عدد من مشروعاتها للقطاع الخاص ده بتبسيط يعني ابسط مما نتخيل يعني انا كبني ادم لو افترضت ان انا عندي ثروة اماها هينفع اكبرها او اتصرف فيها من غير معرف حجمها استحالة فالدولة الاول عرفت ايه حجم ثروتها بالزبط وبدأت تشتغل على انا علشان اكبر الثروة دي وانميها وتفضل طول الوقت بتكبر ما تبقاش بتصغر من حيث قيامها النسبية فيبقى انا افضل ازودها واستغل لها فجبت الخبر اللي هيقولولي نعمل ايه من كل حتة بالزبط كده والامر التاني بالنسبة للدولة ان هي ازاي تنمي الاصول الخاصة بيها علشان تقدر تكون لها مرضود مالي ما احنا مش هنفضل كل سنة من السنين نقترض من الخارج اهه الدولة لما حطت الوثيقة دي قالت لك انا عندي مدى زمني هتعود قدية حكومة قالت لك اربع سنين طب انتي محتاج قدية حكومة ده الكلام ده دولة رئيس الوزراء اللي بصرح به رسم عايز 10 مليار دولار كل سنة استثمارات تزيد من القطاع الخاص داخل الاصول الخاصة بالدولة اجيب بقى استثمارات من استثمار خاص او استثمارات وطنية او عربية او اجنبية استثمار عشان الناس بتفهمش غلط الاستثمار ده عبارة عن ايه ان انا انمي الموارد الخاصة بيه بطه البساطة زي ما حضرتك تفضلت عندي شوية فلوس عندي عقارات عايز اطورها وانميها علشان تفضل تجيبلي في عوائد احسن من قدرتي حلو التبسيط ده كويس حلو جدا ده بقى اكيد ليه مجهود فيه عمل بتقوم بيه الدولة الحصر ده النهاردة لازم الدولة تبقى عارفة هي صاحبة ايه في الاصول دي بالكامل يعني مثلا زي هيئة السكة الحديد مظبوط هيئة التأمين الصحي حلو تمام كده هيئة مثلا الطرق الكباري اي مشروع وفيه قطعات وانشطة مساهمة فيها يعني عندها مثلا خمسين في المائة من النشاط عندها مساهمة عشرة في المائة من النشاط واما الشكل التالت من المساهمات دي ان تكون احدى الجهات الخاصة بيها هي اللي مساهمة في المشروعات القومية تمام حلو الجهاز المصرفي شركات مقيدة في البورصة او ما شبه لذلك يحصل ايه ان لازم الدولة تنطقي مجموعة من الشركات دي وتبتدي تترحع على المساهمين او المستثمرين وده اللي احنا النقطة اللي ممكن نقول الدولة هتتخارج ازاي من الشكل ده يبقى فيه ثلاثة اشكال اهو تقريبا وصفناهم للناس الدولة ممكن تتخارج منهم ازاي تتخارج منهم عن طريق البورصة تبيحها المستثمر استراتيجي تتصل بحضرتك تقولك تعالى انت واخد 10% في الشركة دي ما تاخد 10% التانيين بتوعنا خلاص احنا هنخرج ده التصور اللي وضعته الدولة فيه طبعا يعني ازس او تشكيلة تانية من الخروج اه طبعا زي التأجير التمويل او ما شبه لزيلي